السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس سوف نتعلم طريقة تغيير الرقم السري الخاص بميزة التحقق بخطوتين إذن بدون إطالة ندخل في صلب الموضوع مباشرة تقوم بفتح تطبيق الواتساب بشكل عادي وبعد ذلك تقوم بالضغط على هذه الثلاث النقاط وفي حالة ما إن كان هاتفك بلغة أخرى فقط تذكر الشعارات إذن مباشرة سوف أقوم بالضغط على الإعدادات بعد الضغط على الثلاث النقاط سوف أقوم بالضغط على الإعدادات وبعد ذلك سوف تظهر معنا هذه الواجهة مباشرة سوف نقوم بالضغط على الحساب وتذكر الشعارات وبعد ذلك سوف نقوم بالضغط على التحقق بخطوتي إذن أنا سابقا قمت بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين حسابي على الواتساب لهذا الآن سوف أقوم بتغيير إذن مباشرة سوف أقوم بالضغط على تغيير الرقم التعريف إذن هنا في هذا المكان تقوم بإدخال رقم سري مكون من 6 أرقام ويسهل عليك تذكره إذن سوف أقوم الآن بإدخال الرقم السري وبعد إدخال الرقم السري تقوم مباشرة بإعادة كتابته في هذا المكان إذن سوف أقوم بإعادة كتابة الرقم السري وبعد الانتهاء مباشرة تقوم بالضغط على حفظ من هذا المكان إذن لقد تم حفظ الطريقة بشكل ناجح لضمان تبات هذا الرقم السري وفي حالة ما إذا نسيت عن الرقم السري أو الرقم التعريفي يمكنك إعادة تعيينه من خلال إضافة باريد إلكتروني في هذا المكان فأنا أنصح أي شخص أن يضيف باريد إلكتروني في هذا المكان في حالة ما إذا نسيت الرقم السري يمكنك إعادة تعيينه من خلال إضافة جيميل أو إيميل إلى هذا المكان إذن سوف أقوم الآن بإدخال باريد إلكتروني وبعد كتابة الجيميل مباشرة تقوم بالضغط على التالي من هذا المكان إذن تقوم بتأكيد مرة أخرى الباريد الإلكتروني وبعد كتابته مرة أخرى مباشرة تقوم بالضغط على حفظ إذن لقد تمت العملية بشكل ناجح وبعد الرجوع للوراء والعمل على تطبيق الواتساب سوف يطلم منك إدخال الرقم التعريفي إذن سوف أقوم بإدخالي الآن إذن لقد تمت العملية بشكل ناجح إن وصلت إلى هذه النقطة لتنسى بدعمي بالضغط لزر الإشتراك والمتابعة واللايك ومشاركة هذا المقطع مع الأصدقاء والأحباب ولا تنسى مشاهدة هذه القائمة قائمة التشغيل خاصة فقط بتطبيق الواتساب سوف تجد فيها بعض الشروحات المهمة والتي سوف تنال إعجابك تحية لكم والسلام عليكم